قال عمار السلمو مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب إن قصفا عنيفا لهذه المناطق أسفر عن مقتل أكثر من سبعين شخصا وتدمير أربعين مبنا على الأقل منذ صباح اليوم الجمعة من جانب آخر نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف قوله إنه لن يتم التوصل إلى اتفاقات أو قرارات جديدة بشأن سوريا في نيويورك اليوم تقرير أنوار الكحل على إتر انهيار هدنة استمرت أسبوعا في حلب وبعد غارات عنيفة دامت شهورا على المدينة الطيران السوري يشن هجوما جديدا على المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة المباحثات الدولية في نيويورك فشلت في الاتفاق على وسائل من شأنها إحياء اتفاق وقف إطلاق النار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إن السبيل الوحيد لاستعادة التقة في الهدنة هو أن توقف الأطراف استخدام القوة الجوية في الصراع غير أن نظيره الروسي سيرجي لفروف رفض اقتراح كيري وقال إنه من الضروري أن توقف الجماعات المسلحة أيضا القتال أطالب ما تسمى بالمعارضة السورية باتخاذ خطوات لتسوية النزاع وعدم السماح لجماعة النصرة باستغلال الوضع في البلاد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية أجراها أمس الخميس قال إن الحرب في بلاده ستمتد ما دمت جزءا من صراع عالمي وبين هذا وذاك سوريا تحترق والعالم ينظر وأطفال حلب يتساءلون بأي دنب كل يوم يقتلون ترجمة نانسي قنقر